أريد أن أشكر السيدات والسادة الصحفيين على الأسئلة المطروحة وأريد أن أذكر أن اليوم في اجتماع المجلس الحكومة كانت فرصة لتقديم الوضعية الهيدرولوجية الراهنة ونحكاستها على تزويد ماء الصرح الشرب وكذلك ماء السقي من نسبة لبلادنا في الواقع كما تعلمون فأحنا اليوم أضخلنا في مرحلة دقيقة لأن هذه خمس سنوات الجفاف المتتالية ويمكننا نقولون أننا في بلادنا عمرنا ما عشنا هذا المستوى الجفاف اللي عشنا في هذه السنوات الأخيرة منذ سنة 2019 وبالطبع ما تكون تراكم فتجل أن الوضعية المنطلقة تكون ضعيف الإشكال لماذا كان ضروري أننا نضعو السيدات الوزراء والسيدات الوزيرات في الصورة هذه الوضعية اللي عشنا فيها لأن هذه الصورة الأولى فهي أبانت أننا متاجين لقدر الله إلى سنة جافة أخرى وهذا هو الإشكال الحقيقي اللي عم تروحوا سمحوني نعطيكم بعض المعطيات باش نفهموا الوضعية اللي عشنا فيها أولا تساقطات المطارية تساقطات المطارية فهي اليوم كانت في المعدل ديال 21 مليمتر فقط فات الشهر كمعدل وبالتالي اليوم تنتكلموا أنه إذن كنتراجع مقارنة مع سنة عادية ديال 67% تساقطات المطارية كما نعرفوا الوضعية اللي عشنا فيها ثانيا وهو أن درجات الحرارة فهي درجات الحرارة فهي كانت كذلك مرتفعة حنا تجاوزنا المعدل السنوي بدرجة و30 فات الشهر الأولى وهذا بطبع عنده وقع على التبخر والوضعية ديال السدد نقطة ثالثة كذلك اللي تغسنا نعرفوه وهو أنه بنسبة الواردات ديال لدخلات السدد في تلتشهر الأولى فهي لم تتجاوز 519 مليون متر مكعب السنة الماضية سجلنا مليار و500 مليون متر مكعب في تلتشهر الأولى دين تراجع ديال ثلوتين وبنسبة للخمس سنوات الماضية تراجع ديال أكثر من 50% لأنه كان متوسط 1 مليار و200 مليون متر مكعب ولأننا ترحتيو شنو ما المناطق الليمانية غنوضعكم في الصورة كذلك ديال أولا النسبة اللي احنا فيها ديال الواردات اللي تصلنا بها المتوسط اللي تصلنا بها اللوكوس اللي هو أكبر خزان المال اللي عندنا في بلدنا من المناطق اللي تكون فيها عديد من التساقطات المطارية هل تخصنا نوضحوا بأن كانت تساقطات المطارية غير البارحة في طنجة وصنة 22 مليمتر وكنت خلال طنجة المدينة وتتمشي لبحر ما تدخلش في المناطق فين كين السدود هذا باش نفهموا بأننا مثلا نتكلموا على التساقطات المطارية تخصنا نربطوها فين كين السدود باش نعرفوا واش كانت واردات أملا مائية إذن بالنسبة للوكوس المعدل السنوي هو 282 مليون متر مكعب اللي كانت تدخل في السدود هات السنة دخلت فات الشهر الأولى 23 مليون متر مكعب بالنسبة الملوية كانت تدخل 311 مليون متر مكعب دخلت 121 هات السنة بالنسبة للسبو اللي في عدنا أكبر خزان مع سد ديال الوحدة كانت تدخل 758 مليون متر مكعب دخلت فقط 90 مليون متر مكعب باش نعرفوا الوضعية اللي احنا فيها بالنسبة لأبي القراق كانت تدخل 147 مليون متر مكعب دخلت 14 مليون متر مكعب بالنسبة لأم ربي كانت تدخل 694 مليون متر مكعب دخلت فقط 195 مليون متر مكعب كنتم عارفين الوضعية ديالسد المسيرة اللي هي وضعية مزرية لأننا عدنا أقل من 30 مليون متر مكعب في لقد أن القدرة الاستيعابية ديالسد واجور المليار و700 مليون متر مكعب إذن أقل من 1% تنسيفت كانت تدخل 98 مليون متر مكعب دخلت 41 مليون متر مكعب سوس مسا كانت تدخل 160 مليون متر مكعب دخلت فقط 10 مليون متر مكعب بالنسبة لدرعة دوادنون كانت تدخل 165 مليون متر مكعب دخلت فقط 4 مليون متر مكعب وبالنسبة لزيز كيرغريز كانت تدخل 50 مليون متر مكعب دخلت فقط 21 مليون متر مكعب إذن توضح لكم الصورة ديال الإمدادات والواردات المائية فهي ممكن نقولها وصلنا الوضعية خاطرة جدا وهذا عمرنا ما كناتنا تصوره أننا ممكن نوصله لهذا الحد بالنسبة لهذه السنة وبالطبع هذا كان عنده وقع على نسبة ملء السدود النسبة اليوم فهي لا تتزاوز 23.5% واللي عندنا 13 مليون متر مكعب السنة الماضية اللي كانت سنة جافة كذلك كنا في 31% ديال ملء السدود إذن عندنا تراجع ديال سبعات النقاط مقانة مع السنة الماضية وبالتالي نسبة السدود بالنسبة للسوس الماسة هي 11% بالنسبة الأم رباة فهي فقط 4.75% بالنسبة الملوية فهي 25% بالنسبة اللوكوس 39% بالنسبة الكيرزيز غريس فهي 27% بالنسبة الدرعة ودنون 20% وبالنسبة السنسيفت هي 46% إذن هذا وعد معلوم الساقة الحبران أنتم معرفين بأن النسبة فهي ضئيلة جدا هذا اللي تتجل أننا عندنا بعض المناطق اللي هي تتجل أن الوضاية اللي وصلنا لها فهي وضاية اللي هي صعبة خصوصا بالنسبة النظام ديال سد المسيرة المنطقة ديالستار المنطقة ديالبرشير ديال المناطق كلها فكين واحد تخوف بالنسبة المستقبل عندنا كذلك بالنسبة النظام ديال اللي هو مطروح ديالتانجة أصيلة عندنا الإشكالية مطروحة كذلك بالنسبة للنظام الحسيمة وعندنا إشكالية متروحة كذلك بالنسبة للنظام المملوية بالنسبة لبعض المناطق المهم فاتح كله وهو أنه بالطبع أملنا كبير بالله سبحانه وتعالى لأن باقة الشهر المقبلة هي التي تكون أكثر إمطاراً بالنسبة لبلادنا وتكون كذلك التولوج التي يمكن أن تساعد كذلك على ملء السدود ولكن نحن دائماً نستغل في إطار الصراحة واللغات الحقيقة والاستباقية هذا الذي يجعل أنه كان ضروري أنه الحمد لله أخذنا العديد من التدابير التي كما كنا نخذناها بالنسبة للربط المائي ما بين سبول أبير قراءة طبق التوجهات الملكية لكانت حتى الحوض للربط والمنطقة الضابدة كانت تكون مضرورة إذن الحمد لله راعدنات سنعرفه بأنه تدخل مليون وثلاثمائة ألف متر مكعب يومياً بتدائماً من آخر شهر أكتوبر وهذا الأمر يجعل أنه يجعل أن الساكنة لها هذه المناطق فهي ما تضررش بالقدر في هذا الإطار وهذا بفضل هذا المجهود اللي يدار زيادة على براميز للتحليات المياه واللي درنا تسريع فيها كما تعلمون بالنسبة الجديدة وآسفة بفضل المكتب الشريف الفلسفات آسفة 30% سأشعر بتجديد من تحليات المياه وابتدائم شهر النائر الموقف إن شاء الله بالنسبة الجديدة كذلك غير تستفيد كذلك من تحليات المياه بكافيات تدريجية وبالطبع وتسريع في وطيرات إنجاز البرنامج اللي كنا رفعناه جاهة الماليك وتسمي المصادق عليه في إطار الجلسات العامة اللي ترأسها جاهة الماليك دي العديد من المحطات دي التحليات المياه وكذلك تتعطى انطلاقا إن شاء الله ابتداء المينار المقبل بالنسبة المحطات دي التحليات المياه دي الدار البيضاء اللي كما تعلمون المكتب الوطني الماء سيشرب هو اللي شرف على هاد على هاد العملية واللي جعل انه الاصفقة فهي تعطات الواحد مجموعة دي المستمرين واللي تعطات أقل ثمن تاريخيا في البلد هي أربعة أقل من أربعة ونصف دي الدرهم أربعة درهم ونصف الميتر المكعب بالنسبة شنعطيكم واحد فكرة بالنسبة الماء اللي هو تحليات المياه اللي دارت دبا مثلا في أقادير فالكلفة هي دي العشرات درهم الميتر المكعب وبالنسبة المكتب الشريف الفوسفات الكلفة هي خمسة درهم وثمنية وثمنية وثمانين باش نعرفه وبتالي احنا لأن التوجه هو استعمال الطاقات المتجديدة بتالي احتد الدخل ان شاء الله يكون كذلك تمان اللي هو غيكون قليل وهذا والتوجه اللي مشات في هذه الحكومة بنسمى محطة المقبلة كلها غدر بالطاقات المتجديدة باش نقل صوت تكلفة على بالنسبة الماء السرح الشرب بالنسبة الساكنة وكذلك بالنسبة الفلاحة لأن كين مناطق سقوية اللي غتستفد كذلك من تحليات المياه ثم تباتي وكذلك انه في اطار الاتفاقية الشراكة اللي تم من امضاء عليها من طرف جهة ملك محمد السيد دولة ورئيس دولة دولة الامارات العربية المتحدة فكين كذلك هذه الجوانب ديال تحليات المياه وبطريقة ستكون استثمارات كذلك في الاطار وليمكن لنقلكم بان ان شاء الله هاد المحطات المقبلة كلها ان شاء الله سنطلق ابتداء من سنة الفين وعشرين الطلب العروض بس نطلق هاد الصفاقات في الاطار كذلك هاد الاستثمارات المقبلة اخيرا وهو انه احنا المسؤول يدينا كحكومة وهو اننا ندروا الاستباق واننا ندروا هذا الانضار المبكر باش منتخذوا التدابير اللازمة والتدابير اللازمة بالطبع كان مجهودات لغدار في مجال العرض وكان كان مجهودات لتغسدار كذلك مجال الطلب وفي مجال الطلب انتم عارفين باننا لدينا مشكل كبير العقل الاستعمال الماء وطرحنا عدة مرات معنا عدة تدخلات لا في البرلمان ولا مع كذلك الميانيين في هذا الإطار وكان إشكالية النزاع المائية لأن كان عديد الماء التي يمشينا في القنوات وكان إشكالية الإهدار الماء ونقولها بكل صراح لدينا مشكلة التبدير والمشكلة لذلك رغم كل ما قمنا به في إطار تحسيس إلى آخر وبالتالي اليوم المهم هو أنه اللجن الجاوية التي تطر أساسها الولاد والعمال والتي تتبع بكيفية يومية الحالة المياه فهي ستأخذ كل التدابير لازمة لأننا يكون عقلنا الطلب وكذلك سيكون واحد العملية التي ستجعل الإمكانية المائية التي لدينا فقط نستعملها في سهر أو أربع شهر أننا نستعملها في سهر أو سبع شهر على ما إن شاء الله تكون الأمطار والتي ستساعدنا لأن نجاوز هذه إشكالية من بين هذه التدابير هناك بالطبع تقليص من الضغط التي تكون في الماء وكذلك انقطاعات في الماء إذا كانت ضرورة لذلك هذه ستجعل على الصعيد المحلي لأنها حسب تطور الوضعية التي تجعل على الصعيد كل جماعة وكل مدينة تطور وكذلك تطور على الصعيد لأنها وكذلك وكذلك جمعة المسابيع وكذلك هذا كل شاهد هذه الأمور كلها أولا أنتم عارفين بأن هذه العملية فهي مستمرة لأساسي وهو أنه اليوم نحن نتكلم على جزء النقاط التي هي مهمة النقطة الأولى وهو الزميد الساكنة بالماء سالي الشرب لنتطرح السؤال الأولوية هو الماء سالي الشرب وتانيا عندنا السقي ولكن هذا تجعل أنه في بعض المرات يكون صعوبة يلتحكيم ولكن الأولوية التي لدينا اليوم هو نضمن الماء سالي الشرب بنسبة الساكنة وأننا كل ما يمكن أن نعطيه الإمدادات اللازمة لنقض ما يمكن إنقاذه في مجال السقي ينمي تتكلم على السقي تتكلم على الأمن الغذائي تتكلم على تزويد الأسواق بالمنتوجات الفلاحية الضرورية وتتكلم كذلك على واحد الراصيد لذلك الفلاحة الصغار المساكن اللي هما بنسبة الحياة ديالهم هو كل شي ورأس المال اللي عندهم نحن اللي يمكن نقول لكم إننا يمكن نشتغله إلا في إطار شفافية مع المواطنات والمواطنين في إطار المسؤولية وفي إطار كذلك أننا نتحمل جميعا المسؤولية في هذا الوضع الصعب اللي تأخذ إن شاء الله اللي غنزوزوه بفضلي الله سبحانه وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله